السلام بناس كنتمنى احوالكم تكون طيبة على خير والصحة ديالكم كذلك تكون على خير ومرحبا بكم معي مجديد في قناة سالون ومطبخهم آية اليوم غنحضر معكم وصفة اللي هي سهلة وبسيطة وكذلك سريعة في تحضير ومكوناتها الاقتصادية وهي وصفة بانكيك من قبل ما بدأوا في تحضير ديالها كنتمنى تضغطوا على زي الاشتراك وليلايك فضلا منكم وليس امرا بالنسبة لمكونات تحضير هذه الوصفة نحتاجوا فيها هنا جوج حبات ديالبيض اللي باخدين درجة حرارة المطبخ عندي كذلك نصف كأس ديال زيت نباتية بعبر كأس العنبة عندي كذلك كأس ونصف ديال الحليب بارد وضعته هنا في كأس كبير ولكن بعبر كأس العنبة ونصف عندي جوج معك كبار ديال السكر ساندة اللي يكونوا غير مملوئين جيدا كيس من خميرة الحلوية في 8 غرام قليل من الملح كيس ملفاني ثم الضقيق قليل من الملح ثم السكر ساندة بالنسبة للسكر يبقى حسب الضوء ولكن بالنسبة للكمية اللي وضعت هنا جاء المضاق متوازن ثم نضيف كيس ملفاني نضرب العناصر فقط غير بالضرب اليدوي من بعد ما ضربت العناصر جيدا نضيف كأس ونصف ديال حليب بارد ثم كذلك نصف كأس ديال زيت نباتية نضرب الكل جيدا حتى تتمازج العناصر ثم مباشرة في هاد الاثناء نضيف الدقيق اللي مغرب المسبقا نضيف الكيمية الأولى وكذلك كيس من خميرة الحلوية في 8 غرام كما كتلاحظوا سريعة هاد الوصفة في تحضير ديالها من بعد ما كندخل الكيمية الأولى مع خميرة الحلويات هدول القوام كيبقى خفيف ثم كنضيف كذلك ما تبقى من دقيق بالنسبة الكيمية اللي وضعت انا هنا بالضبط 250 غرام ما يعادل جوش كؤوس ونصف بعبار كأس العنبة كندخل الكيمية الثانية ديال الدقيق هدول القوام اللي كنحصل عليه قوام اللي كيكون خفيف بهات الشكل هادا مباشرة كنبدف الطياب ديالهم ما كنخليوش الخالي ترتاح نيائيا كنجيب ميقلات بالنسبة الميقلات اي نوعية عندكم كتلصق ضروري مدهنوا بقليل من زيت النباتية كنوضع مقدار ديال المغرفة بهات الشكل هادا ثم كنخليها كتعمل لنا تقوب من الجوانب فقط ما كنخليش الفطيرة ديال البانكيك كاملة كتنشف من فوق ثم مباشرة في هاد الاثناء كنقلبها على الجهة الاخرى كما كتلاحظوا اللون ديالها كيكون ذهبي كذلك تبدأت نتافخ لنا واحد شوية من اسفل هنا في هاد الاثناء نقلبها فقط غير باش لاحظوا الشكل ديالها من اسفل بهات الشكل هادا ثم غنقلبها تكمل الطياب ديالها من بعد ما كتكمل الطياب ديالها في هاد الاثناء كنزولها ثم كنجيب كذلك وحدة اخرى بنفس الطريقة بالنسبة المقدار كيبقى حسب الميقلات اللي عندكم بالنسبة لي كذلك ما كندهنش الميقلات لانه ما كتلصقش ثم مباشرة كنوزعها كنخليها فقط غير كتنشف من الجوانب كتعمل تقوب ما كنخليها حتى كتنشف كامله ثم كنقلبها في هاد الاثناء بنفس الطريقة كذلك اللي طيبنبها الاولى كذلك اللون لي كيكون ذهابي كتنتافخ واحد شوية من اسفل ثم كنقلبها في هاد الاثناء كنوركم الشكل ديالها ثم كنخليها كذلك كتكمل الطياب ديالها وكتتحمل كذلك من اسفل من بعد ما كتكمل الطياب ديالها كنزولها في هاد الاثناء ثم كنجيب كذلك وحدة اخرى بنفس الطريقة بالنسبة لهاد Pancake نضع كمية كاملة الخليطة نضع كمية الخليطة كمية الخليطة نضع كمية الخليطة ولعجبتكم تبارتجوها مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة وشكرا لكم مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله